بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الساديسة والستون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله مبارك كثير هذا يسأل الشيخ يقول ما المراد بالحديث فيما معناه شح مطاع وهوى متبع ونريد وقفه مع ذلك مأجوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين حصل هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العامة والشح هو الطمع الكثير طمع بما في أيدي الناس والبخل هو الطمع بما في يد الإنسان كذا قيل وكل منهما الشح والبخل كل منهما مذمومة هما خصلتان مذمومتان الله جل وعلا قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المهلحون فإذا أطاع الإنسان الشح وجرى وراءه فإنه ينشغل عن دينه ويبذل كل شيء حتى ولو على حساب دينه لتحصيل ما يطمع به من أعراض الدنيا والثاني هوى متبعا قال الله جل وعلا فرأيت من اتخذ إلهه هوى أظله الله على علم فالهوى والعياب بالله يهلك الإنسان على الإنسان أن لا يتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولكن يتبع الكتاب والسنة ولو خالف ذلك هواه فإن الخير في ذلك وأما اتباع الهوى ففيه الشر والثالثة إعجاب كل ذي رأي برأيه كل يعجب برأيه ولا يقدر آراء الآخرين وينظر فيها فيأخذ ما كان فيها من سواب ويترك ما كان فيها من خطأ بل يركب رأسه ويعتبر رأيه هو السواب وآراء الآخرين كلها خطأ وهذه مصيفة وهذه نتيجة للجهل المركب أن يجهل الإنسان ولا يعلم أنه يجهل فلعنده أنه مدرك وأنه وأنه فلذلك لا يلتفت إلى آراء الآخرين ويقومها وينظر فيها فلعل الصواب أن يكون مع غير أما إذا أنه ألغى آراء الآخرين وأخذ برأيه دون تمحيص ودون عرض الكتاب والسنة فهذا يضل عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فيضل والعياذ بالله قوله صلى الله عليه وسلم عليك بنفسك يعني إذا ظهرت هذه الخصال في آخر الزمان عليك بنفسك ولا تنظر إلى الناس تقول فلان يفعل كذا فلان يقول كذا لا تنظر إلى آراء ناس انظر إلى لزوم الكتاب والسنة لأن فيهما العصمة لا تنظر إلى ما خالف الكتاب والسنة من تصرفات الناس لأن بعض الناس يقول الناس يعملون كذا الناس كلهم على هذا ماهنا لا أنا إلى آخره فيترك العمل بالكتاب والسنة ويذهب مع ما عليه الناس بدون عرض عن الكتاب والسنة فيحصل الضلال فالمسلم يأخذ بزمام نفسه ولو ظل الناس كلهم فإنه يأخذ بطريق الصواب لنفسه والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم نعم أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يستفسر عن معنى آية كريمة قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما ضابط المنهج الوسط الأمة الوسط هي العدول الخيار الله عدل هذه الأمة لأنها ستشهد على الأمم يوم القيامة أن رسلها بلغتها والشاهد يشترط فيه العدالة الله عدل هذه الأمة ورسولها يشهد لها بذلك ويكون الرسول شهيدا عليكم هذا المراد بالآية وأما الوسطية في المنهج المراد بها أن يكون المسلم بين الغلو والتشدد في دينه وبين التساهل والتضييع لا إفراط ولا تفريط يكون معتدلا في دينه جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم الشرق في نظركم في أولئك الأشخاص الذين يحكمون على الناس ويقيمونهم بغير ألم حسابهم على الله الزوالي الذي يشتغل بعيوب الناس ينسى عيوب نفسه هذا شقي والعياذ بالله واجب على الإنسان أن ينشغل بعيوب نفسه ذلك يشغله عن عيوب الناس فلا تزكوا أمفسكم هو أعلم من يتقى ألم ترى إلى الذين يزكون أمفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون بتيلا واجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه تأمرون الناس بالبر وتنسون أمفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نعم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل في زماننا هذا كثرت أسائل الاتصال والجوالات فما رأي الشيخ في إعطاء الأبناء دون السابعة جوالات أو غيرها حيث يتواصلون مع أصدقائهم وهل في هذا خطر عليهم جوالات التي فيها محذور فيها تخزينات سيئة وتعبى بأفكار منحرفة للا يجوز أن يأخذها المسلم لا كبير ولا صغير لكن الأطفال باب أولى لأنهم يجب تربيتهم على الخير لأنهم لا يميزون بين الخير والشر وأما الجوالات التي ليس فيها محذور وإنما هي للمكالمات النزيهة للحاجة هذه لا بأس بها وهي من نعم اللاسم هذا سائل يشيخ يقول كيف يحقق المسلم التوحيد وهل هناك ارتباط بين تحقيق التوحيد والإخلاص هو الإخلاص توحيد هو الإخلاص وذلك بأن يتجنب الشرك الأكبر والأصغر ويتجنب الذنوب والسيئات هذا تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد تصفيته وتنقيته مما يخل به أو ينقصه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي والسيئات هذا ما عليه المقربون عباد الله عز وجل جزاكم الله خيرا هذا سائل رمز الاسمه بالوالد يقول فضيلة الشيخ والدي يقول نعطيكم الذين تريدون ونحقق لكم ما تريدون ولا تخرجوا من البيت فجلب لنا النت والدش وكل ما نريده يقول المهم أن لا تخرجوا إلى الشارع هل كلامه صحيح؟ أما أنه يحوطهم بالخروج من الشارع خشية عليهم من التأثيرات ومن قرناء السوء فهذا شيء طيب وأما أنه جلب لهم وسائل الشر في البيت قد غشهم ولم يصنع شيئا ومنعهم من الخروج من البيت خشية عليهم وهو جاءتا لهم بما يؤثر في دينهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم هذا شر داخلي ومنعهم من الشر الخارجي لكن فتح لهم باب الشر الخارجي هذا تصره سيء ولا يجوز هذه الأوغة السائلة تقول ما أبرز الأحكام التي تأخذ بها المرأة وذلك من جهة طهارتها من الدورة بعض النساء تزيد الدورة عن سبعة أيام وبعضها تستمر هل تصلي وتقوم بالعبادات شيء؟ ما دام الدم ينزل عليها كثيرا أو قليلا حتى ولو صهرة في أيام العادة فإنها تجلس حتى ترى طهرة ترى النقاء التام والقصة البيضة ثم تغتسل وتصلي نعم يقول هذا السائل بأنه حارس على بوابة ويصلي الصلوات في غرفة الحراسة والمسجد يا شيخ قريب لأن نظام العمل يفرض عليه أن أصلي الصلوات في هذه الغرفة فهل لأجر في ذلك؟ نعم لا بأس بالصلاة في مكان الحراسة لأنك مؤتمن على هذا الشيء ولو ذهبت للصلاة يخشى عليه أنت حارس والحارس يصلي في مكانه والحمد لله نعم قول السائل يا شيخ هل ترك الطعام حتى يبرد من السنة؟ وما الأحكام المتعلقة بتناول الطعام؟ تناول الطعام من المباحات إن كان أنه يرتاح مع الحار يأكل الحار إن كان ما يرتاح إلا مع البارد يأكل من البارد يتابع لطبيعته ورغبته نعم أحسن الله إليكم وبركة فيكم هل يشترط الوضو لصلاة الجنازة؟ لا شيخ لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضو لأنها صلاة نعم جزاكم الله خيراً هذا سائل فضيلة الشيخ يقول ما صحة حديث اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك إلى آخر الحديث حديث معناه صحيح وأما سند فلا يحضرني حاله ولكن معناه صحيح يغتنم الإنسان هذه الخمس التي أتاحها الله له قبل فواتها الشباب قبل الهرم والصحة قبل المرض والفراغ قبل الشغل هذه اغتنمها المسلم قبل فواتها نعم هذه سائلة تقول امرأة حامل إذا سجدت في الصلاة شق عليها ذلك فلا تتمكن يا شيخ من أن تأتي بتسبيح إلا مرة واحدة ثم ترفع من سجودها فهل تستمر على هذا أو أن تؤمي بالسجود وتأتي بتسبيح قراراً؟ تسبيح يكفي مرة واحدة هذا الواجب وما زاد على المرة هو السنة فإذا كانت يتمكن من السجود على الأرض وتأتي بتسبيحة واحدة ولا يجزيها الإيماء بالسجود نعم إذاكم الله خيراً يقول السائل يا شيخ إذا كنت جالس في الظل ثم جاءت لي أشعة الشمس فأصبح بين الظل والشمس فهل يلزمني أن أقوم من هذا المكان للنهي عن الجلوس بين الظل والشمس؟ نعم يعني يحسن بك أما اللزوم ما يلزمك لكن يحسن بك أن تقوم للنهي عن ذلك نعم وهذا من العداب الشرعية نعم يسأل يا شيخ هذا ويقول ما الضابط في الدراسة الشخص للأحكام الفقهية أو لأموره الشرعية التي يتزود بها وتكون كافية؟ الضابط أن يختار مدرساً متقناً يتق الله سبحانه وتعالى عنده علم وعنده تقوى وأن يتتلمذ عليه فيما يريد أن يتعلمه من أحكام دينه نعم أحسن الله إليكم أم محمد تقول متى يكون الجمع في الصلاة في السفر وهل يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟ الجمع في السفر مباح للرجل والمرأة بشرط أن يبلغ مسافة القريق 80 كيلو فأكثر فيجمع في الطريق جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به ويجمع إذا كان نازل للإستراحة أو لقضاء حاجة إقامة لا تزيد على أربعة أيام أيضاً يقصر الصلاة ولكن لا يجمع لأن الجمع لمن جد به السير وهذا ليس فيه جد في السير وإنما هو نازل يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع إلا إذا كان عنده مسجد وقاموا فيه الصلاة جماعة ويسمع الأذان يجب عليه الحضور والصلاة مع المسلمين يتم الصلاة معهم تبعاً للإمام هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ أنا لا أسمع الأذان في البيت وقرأت بأنه لا تلزمني صلاة الجماعة ثم ذهبت وركبت برنامج في جهاز الكمبيوتر يقوم هذا البرنامج في الأذان هل تلزمني الإجابة من مجرد السماع من أم لا الذي يسمع الأذان يجب عليه الإجابة إذا كان يستطيع ذلك أما إذا لم يسمع الأذان لمانع يسمع الأذان لمانع أنه داخل البيت داخل الجدران أو لأنه ثقيل السمع والمسجد قريب هذا يجب عليه الحضور والصلاة مع الجماعة أما إذا كان لا يسمع الأذان للبعد فيما بينه وبين المسجد هذا هو الذي لا يجب عليه الحضور لأنه لم يسمع الندى لبعده هذه الأخت إيمان تقول فضيلة الشيخ ما حكم التلويء بالأدعية أي بكل ركعة دعاء مختلف تدعو بما تحتاج إليه أنت تدعو بما تحتاج إليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء عجبه إليه هذا السلطان يا شيخ يقول هل للرجل أن يجلس مع قريباته جلسة عائلية ويتحدث معهن ويتبادل معهن الأحاديث الودية العائلية جلوس الذي ليس فيه خلوة الرجل والمرأة التي ليست من محارمي حضرة نساء بحضرة رجال لا مانع منه من غير اختلاق هتجلس المرأة بجانب الرجل وإنما تجلس النساء متحدات عن الرجال منفصلات ومتحجبات أيضا عمن ليسوا من محارمهن أحسن الله إليكم يقول الأخ السائل فضيلة الشيخ نحن نعمل في ورش البوية ونستخدم الجرائب في إغلاق النوافذ والبيبان ونلصق على الأبواب بعض هذه الجرائب ما الحكم في ذلك مأجوري الذي ترون فيه شيئا من القرآن أو من الأحاديث أو من كلام أهل العلم لا يجوز لكم امتهانه لا في البوية ولا في غيره أما الذي لا ترون فيه شيء من الصحف لا ترون فيه آية ولا حديث ولا كلام في الأحكام الشرعية هل أبسان تستعملوا للحاجة نعم هذا السائل يا شيخ يقول كيف يتجنب المسلم والشاب خصوصا المبتدعة والمبتدعين وأصحاب الأكار الهدامة وما موقفه من ذلك يتجنبه بالابتعاد عنهم لا يختلط بهم ولا يجلس معهم إلا على وجه المناصحة لهم إذا كان عنده علم يعرف مخالفاتهم ويخالطهم ليجل مناصحتهم فعليمهم إذا كانوا جهالا أما أن يجلس معهم مستأنسا بهم ولا ينكر ماهم عليه هذا لا يجوز له ذلك هذا السائل طلال يقول يا شيخ بالنسبة لقصر صلاة العشاء خلف مقيم هذا المقيم صلي المغرب وذلك بالجلوس بعد تشهد الأول حتى يسلم الإمام لا يجوز القصر خلف مقيم من صلى خلف مقيم فإنه يلزمه إثمام الصلاة تبعا لإمامه الأخت السائلة تقول ماتت أختي وكانت الحقيقة رفيقة دربي في منتصف رمضان ولم تكمل الشهر وأريد أن أصوم عنها بقية الشهر هل لي ذلك؟ ليس عليها صيام يا أخي إذا أردت أن تنفعها تصدق عنها تصدق عنها ادعو لها اعتمر أو حج عنها جزاكم الله خيرا هذا السائل فضيلة الشيخ يقول عندي عمارة معدى للإيجار فما حكم عوائد هذه العمارة ومتى يبدأ إخراج الزكاة لهذا؟ نعم تجب الزكاة في أجرتها ويبدأ الحول من عقد الإيجار إذا تم حول على عقد الإيجار وجبت الزكاة في الأجرة سواء قبضتها أو لم تقبضها تجب الزكاة فيها بتمام الحول إذا بلغت نصابا أخيرا فضيلة الشيخ هذا السائل له فقرتان يقول بالنسبة لذكر مناقب الميت سواء عند تغسيله أو عند الدفن هل ورد شيء في ذلك؟ المسلم يثنى عليه المسلم الذي لا يعلم عنه إلا الخير يثنى عليه بذلك ويدعى له أما غير المسلم أو المبتدع أو من كان عنده مخالفات هذا يسكت عنه أمره إلى الله عز وجل فقرته الثانية يقول شيخ خل تقضى الصلوات الفائتة إذا كنت قد تركت هذه الصلوات عمدا والآن عدت إلى ديني وإلى محافظة على صلواتي الصحيح أنه إذا ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها عليه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة في مستقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو ما أو نام عنها يصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولم يذكر من تركها تعمدا ذل على أنه لا يعيد لكن يتوب إلى الله لأن ترك الصلاة متعمدا يخرج من الدين ورده العياذ بالله عليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في مستقبله شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أجاب عن أسلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعجنه دائما للإفتاح شكر الله للشيخ وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد كريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة